أصدر مجلس الدولة الصيني خطة خمسية لتعزيز الهيكل العام لسوق العمل بموجب المخطط الجديد تهدف الصين إلى خلق 55 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية بحلول عام 2025 والإبقاء على معدل البطالة في حدود 5.5% كما شددت الحكومة على بعض المشكلات طويلة الأجل التي قد تؤثر على سوق العمل مثل شيخوخة السكان واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يعتبر الاسكرار السوق العمل من ألويات أهداف السياسة للإقتصاد الكولي للصين كما هو عامل حاسم للتحديد أقل معدن نمو مقبول للإقتصاد ستعزز الحكومة توجيها السياسات الكولية الأخرى لدعم السوق العمل